حياكم الله ابناء نطلب أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع حل مسائل المعدلات المرتبطة بالزمن إن شاء الله تعالى اليوم في مسائل عن خزان مخروطي الشكل زي اللي أتى بامتحان الثانوية العامة بـ 2022 خزان مخروطي دائري قائم ارتفاعه 5 متر ونصف قطر قاعدته 2 متر ورأسه إلى الأسفل يتسرب الماء منه بمعدل 1-12 متر مكعب في الدقيقة ما معدل تغير ارتفاع الماء في الخزان عندما يكون ارتفاعه 4 متر إذن بدي أول إشي أروح أرسم رسمة توضح هاي المعلومات ونلخص عندها المعلومات المطلوبة في عندي خزان بهذا الشكل مقلوب للأسفل نصف القطر نصف قطر قاعدته 2 متر تمام نصف قطر قاعدته 2 متر ثابت طبعا والارتفاع 5 متر لكن مين يتغير؟ يتغير نصف قطر سطح الماء لهو آر ويتغير ارتفاع الماء هذولا يتغيروا تمام؟ إذن نصف القطر للماء يتغير وارتفاعا كمان يتغير حجم الماء حجم الماء بينقص ولذلك حطيت السالب هو يقل لي هون بالسؤال يتسرب منه يتسرب يعني ينقص ما قال لي هو سالب بس أنا من كلمة تسربة يعني نقص حجم الماء إذن صار سالب 12 يتسرب الماء بمعدل 1 على 12 بده معدل تغير ارتفاع الماء دي أتش عديتي عندما أتش يساوي أربعة متر أربعة متر يعني أعلى شوية طب شو العلاقة اللي بتربط هالمتغيرات؟ إيش هنا المتغيرات اللي عندي؟ ثلاث المتغير الأول حجم الماء الفوليوم والمتغير الثاني ارتفاع الماء اتش والمتغير الثالث نصف قطر سطح الماء ار إذن عندي ثلاث متغيرات وعندي ثوابتون ارتفاع الخزان خمسة ونصف قطر سطح الخزان اثنين متر العلاقة اللي تربط بينهم اللي هو الفوليوم الحجم حجم المخروض مش المخروض الكبير المخروض اللي هو على شكل الماء هذا حجم الماء وهو على شكل مخروض الفوليوم يساوي ثلث أو بايع ثلاث R تربيع في H الفوليوم بايع ثلاث R تربيع في H طبعا دي أتش ع دي تي أنا بدي إياها يعني لأن لو بدي أعرف إيش اللي بدي أشيله دي في ع دي تي معطيني إياها سالب واحد ع طناش بس أشتق بيختفي في ويظل دي في ع دي تي يعني سالب واحد ع طناش دي أتش ع دي تي بدوا إياها وطالب لما أتش يساوي أربعة إذن المتغير الزائد أو الغير مرغوب فيه هو R أنا بدي أخلص من R الآن كيف أخلص من R كيف أخلص من R عن طريق إشي اسمه تشابه المثلثات المثلث اللي تحت هذا المخطط بالأحمر يشابه المثلث الكبير كيف يعني يشابه يعني R على 2 هذا الظلع على نظيره يساوي H على 5 تشابه المثلثات الآن أنا بدي أشيل R وحط بدالها H بدي أشيل R أشوف R كم لو ضربنا بثنين الطرفين بتصير R تساوي 2 H على 5 هاي R H على 5 تساوي R على 2 منها عرفت أنه R تساوي 2 H على 5 طيب أنا ما بدي R بدي R تربيع إذن R تربيع تساوي مربع 2 4 مربع ال H H تربية على مربع 5 25 20 حصلت حصلت إنها R تربيع تساوي زي هيك تمام إذن V تساوي بايع 3 محل R تربيع بدي حط 4 على 25 من أجل من أجل من أجل 75 حجم لك ما سرعة نقصان الحجم هذا لسه صرنا حلين السؤال إذن معدل بده معدل تغير الارتفاع لما H يساوي 4 جين فكرنا ما الذي يربط المتغيرات هذه كلها ببعض قلتولي حجم المخروض وهذا موجود بآخر الكتاب القانون هذا الفوليوم يساوي بايع 3 R تربيع H قلنا الفوليوم متوفرة معلومة عنه هاي ال H بده عنها معلومة ومعطيني قيمة ال H لكن الزائد ال R رحنا هون على تشابه المثلثات هذا تشابه المثلثات أي مثلثات طيب أخذت مقطع عرضي أنا كنت رسمي الكوياة تحت نعيد شرحها المثلث هاذ مع المثلث الكلي تمام فقلنا R على نظيرها 2 يساوي H على 5 بالضرب التبادل طلعت R ثم R تربية وعوض الآن نقوم بعملية الاشتقاق يعني فوليوم بعد التعويض وبعد تبديل R أصبح أصبح الفوليوم يساوي 4 على 75 باي في H تكريب الآن نقوم بعملية الاشتقاق بالنسبة بالنسبة للزمن دي في على دي تي وهاي معطيني إياها تساوي 4 باي على 75 هذا رقم عدد ثابت في مشتقة H تكعيب ثلاثة H تربية في دي اتش اللي هو بده إياها DH على D تي طبعا في ناس يقول يا أستاذ اختصر الثلاث مع الـ 75 أي الثلاث رحت مع الـ 75 ظل عندي 25 الآن بنعوض محل DV على D تي بنعوض سالب 1 على 12 مزبوط سالب 1 على 12 ألا أنا ناسي لا سالب 1 على 12 مزبوط محل DV على DT حطينا سالب 1 على 12 تساوي 4 باي على 25 محل H تربيع بدي حط قال لي عندما H كم تساوي ترى ما أعرف أربعة بس أرجيك يعني هاي H تساوي أربعة عندما H يساوي أربعة بدو إذن بنحط هون أربعة تربيع أربعة تربيع وهاي DH على DT التي يريدها صار أربعة تربيع 16 في أربعة 64 يعني صارت المعادلة سالب 1 على 12 12 تساوي 64 على 25 في باي تمام في DH على DT طيب آخر شي أنا بدي DH على DT تساوي نضرب بمقلوب هذا شو بيصير نضرب بالمقلوب يعني بصير سالب 25 على 12 في 64 في باي شاء نلاحظوا أنه إجا إيش الارتفاع إنش لكل دقيقة طبعا بالرياضيات وحدات القياس مش مهم لكن نلاحظوا هون أنه طلع سالب أنه الارتفاع ينقص طبعا ما علينا إلا بالروح على آلة الحاسبة وبنحسب القيمة ونشوف كم تطلع وأظن أنه حاسبين ها عندك بالكتاب لحظوا هاد بيختلف تحقق من فهمي شو اللي يختلف به طبعا بنحلوا نفس خطوات ذلك بس اللي بيختلف أنه صب الماء بمعدل هيك يعني بمعنى أنه دي في على دي تي ما رح يكون سالب رح يكون باي صب الماء يعني بمعدل باي متر مكعب قيمته هذا دي في على دي تي وبدو ما معدل تغير ارتفاع الخزان عندما يكون بدو دي اتش نفس السؤال اللي قبل شوية بس فقط انه اتش رح تطلع بالموجب سرعتها وكمان معدل تغير الحجم رح يكون موجب وليس سالب لانه يصب فيه بدنا دي اتش على دي تي عندما عندما اتش تساوي كم اتش تساوي ثمانية اوكي اذا بدنا دي اتش عدية تي عندما اتش يساوي ثمانية اوكي طيب بروح نكتب القانون العام اللي قبل شوية باي ع ثلاث ار تربيع في اتش لو طالب عن ار خلينا ار لكن الان بدي احلق الى ار وشيل وحط بدالها اتش كيف ننشيل ار من تشابه المثلثات المثلث الصغير مع المثلث الكلي ار على خمسة تساوي اتش على عشرة يعني بمعنى اضرب الطرفين بخمسة تصير ار تساوي خمسة اتش على عشرة والخمسة مع العشرة بها نص اذا تساوي واحد على اثنين اتش طيب ار تربية رح تكون ار تربية ار تربية رح تكون تساوي ربع لانه مربع النص ربع اتش تربية اوكي يلا نجي ها الفوليوم يساوي بايع ثلاث في الربع هاي بيصير بايع اتناش واتش تربيع في اتش بتصير اتش تكعيب كيف صارت هيك عوضت بدل ار تربيع هاي حطيت بدالها ربع اتش تربية ربع في بايع ثلاث بايع اتناش واتش تربيع في اتش اتش تكعي تمام الان ما ظل علي الا الاشتقاق والتعويض بعدين التعويض نجي يلا مشتقط بالنسبة للزمن دي في على دي تي تساوي ثلاثة بايع اتناش خلينا اكتبها عشان ما تزعلوا تقولوا من وين جاب الاستاذ الاستاذ يختصر ثلاثة اتش تربية في دي اتش اللي يسأل عنها على دي تي اوكي 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 بتروح الثلاث هاي مع اتناش في اختصار شو بيصفو بيصفو انه الثلاث بتروح ويظل عندي هون اربعة تمام ثواني واحد الثلاث مع اتناش ظلت باي على اربعة والان ما علي الا بعوض هون ثمانية تربيع وبدل دي في عدي تي يلا دي في عدي تي معطيني اياها انها باي ما بتحبو هذا اللون هذا دي في عدي تي باي تساوي باي على اطناش باي على اربعة مضروبة في ثمانية تربيع لانه معطيني عندما لحظوا لما يقول عندما اخر اشي هذا بنعوضه في دي اتش على دي تي بتزبط اكثر بصير عندي هنا باي تساوي اربعة وستين على اربعة فيها ستاش في دي اتش اه اربعة وستين على اربعة فيها ستاش دي اتش على دي تي خطوة الاخيرة وين رحنا خطوة الاخيرة بدي دي اتش على دي تي تساوي باي على ستاش باي في ناس بعد ما يعرف الخطوة الاخيرة بيظل طالع لا يعطي لايك طب يا اخي قدر الشغل اللي الناس تشتغلوا عشانا اذا واحد على ستاش انش لكل ثاني تمام شكرا لكم وشكرا على اعجاباتكم واشتراكاتكم في القناة سيكون ان شاء الله تعالى فيه بقية الاسئلة تسجيلات متتالية اشتركوا في القناة